بعد قطيعة إثر الاستفتاء على الاستقلال أذابت زيارة زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود برزاني الجليدة بين بغداد وأربيل برزاني التقى رئيس الحكومة عادل عبد المهدي ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي لكن مصادر عراقية رأت أن الزيارة تتعدى اللقاءات الرسمية إلى تحرك لبناء تحالف مقرب من إيران بهدف إضعاف قوة تحالف سائرون بزعامة مقتدى الصدر في العملية السياسية الزيارة توج بمصالحة بين برزاني وزعيم اتلاف دولة القانون نور المالكي تمهيدا لتشكيل التحالف الذي يضم خمس شخصيات هي مسعود برزاني، نور المالكي، هادي العامري، زعيم تحالف الفتح، خميس الخنجر، فالح الفياض المعلومات بشأن هذا التحالف تداولتها وسائل إعلام عراقية ونفاها مسؤول في مكتب المالكي موضحا أن لقاء برزاني المالكي بحث قضايا سياسية وأمنية عراقية وإنهاء الخلافات بين بغداد وأربيل غير أن مصادر عراقية قالت إن برزاني أعرب خلال لقاءاته مع هادي العامري وفالح الفياض عن دعم ترشيح الأخير لتولي حقيبة الداخلية في حكومة عبد المهدي وربما يكون لإيران دور في بناء التحالف الذي يقوده برزاني والمالكي فطهران تنظر إلى برزاني بوصفه شريكا محتملا في أي ترتيبات تسهم في الالتفاف على العقوبات الأمريكية بسبب نفوذه في المنطقة الكردية من العراق التي ترتبط بحدود طويلة مع إيران ترجمة نانسي قنقر